اعلنت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله عن موضوع يوم المرأة البحرينية للعام الجاري 2017 الذي سيخصص للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي مشيدة سموها بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتقدير جلالته لدور المرأة واسهاماتها القيمة في كافة المجالات التنموية ضمن المسيرة الوطنية المباركة التي توجه دفتها تلك الرؤية الملكية السباقة بتطلعاتها لاستمرار الخير والنماء والرخاء لشعب البحرين الوفي برجاله ونسائه جاء ذلك خلال لقاء خاص اقيم اليوم بمقار المجلس الاعلى للمرأة للإعلان عن مجال يوم المرأة البحرينية لهذا العام حيث استقبلت سموها معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين بالدولة المعنيين بالشأن الهندسي وعضوات المجلس الاعلى للمرأة وعددا من القيادات والكفاءات النسائية في المجال الهندسي والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة واشهدت سموها بجهود معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة في الاهتمام للمهندسين وتطوير القطاع الهندسي في البحرين خاصة وأنا معالي من أوائل المهندسين وأول وزير وزارة الإسكان ومن مؤسسي جمعية المهندسين البحرينية ونوهت سموها بالتطوير الحضري والعمراني الذي شهدته البلاد التي كانت لمساهماته القيمة كانت لها الأثر الكبير والإيجابي والذي عكس على المستوى الرفيع للخدمات الإسكانية والمشاريع العمرانية بمملكة البحرين وأكدت صاحبة السمو الملكي على أهمية الجهود التي تبديلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الهندسي في تعزيز حضور ومشاركة المرأة وجعله جاذبا ومساندا لتقدمها وتشجيع المزيد من الفتيات على الانخراط فيه كمجال عمل واعد وأشرت سموها خلال الاستقبال إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي يأتي نظرا لما قدمته المرأة البحرينية من عطاءات مهمة في هذا المجال على مدى قرابة الأربعين عاما الماضية وأوضحت سموها أن المرأة البحرينية استطاعت مواكبة التخصصات الهندسية الجديدة مثل هندسة الكمبيوتر وهندسة الطيران وأثبتت حضورا كبيرا فيها لافتة إلى أن المرأة البحرينية استطاعت إثبات كفاءتها وجدارتها في تلك المجالات رغم صعوبتها لتصل نسبة الخريجات من هذا التخصص ما يقارب 43% ولتبلغ نسبة مشاركتها كمهندسة في سوق العمل ما يبلغ 25% في القطاع العام و21% في القطاع الخاص مشيدة ببلوغ المرأة العاملة ما نسبته 53% في القطاع العام بحسب أحدث إحصائيات ديوان الخدمة المدنية وأعربت سموها عن تفاؤلها بتحقيق يوم المرأة البحرينية هذا العام الأهداف المنشودة التي يصب إليها خاصة بعد تراكم التجارب والنجاحات على مدى السنوات التسعة الماضية منذ اعتماد صاحب الجلالة ليوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية في الأول من ديسمبر من كل عام جرى خلالها حتى الآن الاحتفاء بالمرأة في مجالات عديدة بدأت بالتعليم ثم الصحة فالعمل التطوعي ثم الاقتصاد والتجارة ثم الرياضة وبعده الإعلام ثم المرأة العسكرية ثم العمل المصرفي وأخيرا المجال القانوني والعدلي واستذكرت سموها حفظه الله همية هذه المناسبة التي تحظى بتقدير خاص لجلالة العهل المفدة ومتابعة كريمة لمخرجاتها من الأنشطة والمبادرات التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتجويد حضور المرأة البحرينية في كافة المجالات التي يتم الاحتفاء بها وفي هذا السياق أكدت سموها على أهمية المبادرات والاقتراحات التي سيتقدم بها شركاء المجلس الأعلى للمرأة في المجال وذلك للتسليط الضوء على ما وصلت إليه من تقدم ونماء وإبراز لتاريخها المليء بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات إضافة إلى توثيق مسيرة عمل المرأة في المملكة وما حققته من إنجازات نوعية كبيرة ساهمت بشكل مباشر في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة ودفع قدما بحضورها وتقدمها في مجال العمل الهندسي في كل مجال أبدعت وفي كل محفل تركت بصمتها هي المرأة البحرينية التي استطاعت أن تتخطى كل الصعاب وأن تحقق إنجازات واحدة والأخرى فصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قد اختارت يوماً للاحتفاء بالمرأة البحرينية تقديراً لإنجازاتها وتتويجاً لمسيرتها واليوم تم اختيار المرأة في القطاع الهندسي للاحتفاء بها لعام 2017 نحن في هيئة الكهرباء والماء لدينا حوالي 430 موظفات ومنهم حوالي 100 من المهندسات والفنيات وهيئة الكهرباء والماء تحرص على تدريب المهندسات في مجال عملهم وتطورهم في المناصب الوظيفية نحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نفخر في دور المهندسة البحرينية العاملين معانا وعلى دورهم وعلى تمييزهم الواقع في أداء عملهم نحن نفخر في وزارة الأشغال أن هناك عدد من القيادات في شؤون الأشغال في قطاع الطرق وفي قطاع الصرف الصحي وأيضا إلى وقت قريب كان في مشاريع البناء والصيانة اختيار لصاحبة السمو عام 2017 المرأة في القطاع الهندسي في الحقيقة اختيار جدا موفق لا سيما أن المرأة لها موقع كبير في المجال الهندسي وخطط خطوات كبيرة بدليل أن كل الوزارات وهيئات الحكومية الآن تزخر بالعنصر النسائي في مواقع متقدمة نحن بالنسبة لنا في قطاع الصناعة فخورين وجدا مسرورين بتشكيل هذا العام وإن شاء الله بيكون لنا دور كبير في دعم هذه المبادرة المباركة إن شاء الله ودعم المرأة البحرينية في مجال الهندسة والله نحن جدا سعيدين باختيار عام 2017 عام الاحتفال بالمرأة في هذا القطاع هو هذا القطاع الهندسي مثل ما الكل يعرف أحد أكثر القطاعات تحديا لعمل المرأة والحمد لله المرأة البحرينية وصلت إلى مناصب عليا في هذا القطاع تسليط الضوء على هذا الإنجاز بيكون أحد أهم الإنجازات اللي بيصير في 2017 بداية نود أن نشكر الشيخة سبيتة لاختيارها عام 2017 للمرأة يوم للمرأة البحرينية المهندسة وإحنا صراحة هذا قد لامس شغاف قلوبنا لأنه يساعد على رفع المعنويات إلى المهندسات البحرينيات باختيارهم عام 2017 للمرأة المهندسة البحرينية نحب نشكر سمو الأميرة سبيتة ومجلس المرأة الأعلى على أنه اختيار سنة 2007 للاحتفاء بيوم المرأة في المجال الهندسة طبعاً هذا يعطينا دافع أكبر أننا نقدم أكثر في هذا المجال وأيضاً يعطي دافع حتى للجيل الجديد من النساء أنهم يدخلون هذا المجال هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة في القطاع الهندسي تمهيداً للاحتفاء بالمرأة البحرينية في يومها في شهر ديسمبر رغم التحديات المحفوفة بالقطاع الهندسي إلا أن المرأة البحرينية استطاعت أن تتجاوزها واختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للاحتفاء بها في يوم المرأة 2017 هو أكبر دليل على دعم سموها لهذا القطاع سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر